النهاردة هنتكلم عن إعلان شركة أوبو عن أحدث هواتفها في سلسلة الأي وهو الأوبو الأي 77 الفورجي تليفون أوبو الأي 77 الفورجي تليفون جاي من الفئة الاقتصادية ولكن بتسعير عالي شوية حوالي 200 دولار خلينا نشوف موصفات التليفون وإمكانياته يستهل التسعير ده ولا لا تابعوني هنبتدي على طول في تصميم تليفون الأوبو الأي 77 الفورجي هنلاقي أن تصميم التليفون تقليدي جدا لتليفونات الأوبو اللي بتيجي من الفئة الاقتصادية التليفون جاي كله بخامات من البلاستيك ولكن زاد عليه أنه جاي بنسخة تانية تصميم الظهر التاحها جاي بين الجلد وزن التليفون حوالي 187 جرامو ده بيعتبر وزن خفيف نسبيا هيكون مناسب جدا ومريح لك في الإيد لو أنت هتستخدم التليفون لفترة طويلة كمان هنلاحظ تصميم الفريم اللي جاي على شكل فلات وده بيعتبر تصميم خديته شركة أوبو من شركة قابل وبقت تتميز به دلوقتي في معظم الأجهزة بتاعتها هنيجي البوكس الكاميرات اللي موجود في ظهر التليفون هل ليه هو نفس البوكس الاعتيادي اللي بتيجي بيه شركة أوبو في الأجهزة الخاصة من الفئة الاقتصادية بوكس على شكل مستطيل بيضم دايرتين فيهم الكاميرتين وبجانبهم فلاش ليد سوناي وبالنسبة لتصميم الشاشة فأنت هتلاحظ هنا الحواف هتكون ظهرة جدا وواضحة مع التصميم القديم اللي بيجي في 2019-2020 للشاشات اللي بتيجي بكاميرا سيلفي على هاية ووتر دروب في منتصف الشاشة كمان شركة أوبو دعم التليفون A77 4G بمستشعر بصمة جانبي وكمان هتلاقي فيه تقنية NFC اللي بتشتغل في بعض البلدان كمان شركة أوبو زودت تليفون A77 4G بمعيار مقاومة المياه والغبار هنلاقي ان التليفون مزود بمعيار مقاومة X4 والX5 ودي بتعتبر حاجة كويسة جدا في تليفون جاي من الفئة الاقتصادية وتليفون الأوبو A77 4G مزود بشريحتين بخدمات 4G وكمان فيه مكان مخصص لكارت الممر نيجي بقى الموضوع الصوت هلاقي ان التليفون جاي بمنفذ الثلاثة ونصف الخاص بالهند فري وكمان فيه مايك خاص بالعزل وكمان السبيكر اللي جاي في تليفون A77 4G جاي من نوع الاستيريو عشان تديلك تجربة كويسة جدا وانت بتسمع الأغاني او اي ميديا انت حابب تشغلها على التليفون يعني في المجمل نقدر نقول ان تليفون الأوبو A77 4G تصميمه بيعتبر تصميمي اعتيادي جدا مفوش اي حاجة مميزة غير موضوع ان هم مقاومة المياه والغبار والنسخة التانية من التليفون اللي جاي بضهر جلب نيجي بقى الموضوع الشاشة والمواصفاتها هلاقي ان التليفون الأوبو A77 4G جاي بشاشة من نوع الاي بي اس الالس دي بحجم 6.56 انش هللاحظ هنا ان شاشة الأوبو A77 4G شاشة اعتيادي جدا مواصفاتها قد تكون قليلة بالنسبة لسهر التليفون هلاقي ان جودة العرض الخاصة بالشاشة الHD plus وكمان كسفت البيكسلز اللي فيها حوالي 269 بيكسل في الانش الواحد وده هيخلي البيكسلز هكون واضحة جدا في الشاشة ومش هتديلك تجربة نقدر نقول عليها تجربة كويسة لو انت بتتفرج على الماديا او لو انت بتبص على الايكونات اللي موجودة على الشاشة ده بالاضافة ان معدل سطوع الشاشة حوالي 400 نتس وده بيبقى المعدل الطبيعي او المعتاد اللي احنا بنشوفه في اجهزة الفئة المتوسطة كمان هنلاحظ ان الرفريش ريت او معدل التحديث الفريمات الخاص بشاشة تليفون اي 77 الفور جي هو 90 هرتز وده هيديلك سلاسة شوية وانت بتستخدم التليفون وبتتصفح التطبيقات من على الشاشة نوصل بقى الموضوع الاداء والصفتوير هنلاقي ان شركة اوبو في تليفون اي 77 الفور جي جابت معالج الهيلو جي ال35 وده بيعتبر المعالج الاكسر استخدامة من شركة اوبو في الاجهزة اللي جاية من الفئة الاقتصادية ولكن لك انت تخيل ان التليفون جاي بـ 200 دولار جاي بمعالج متواضع زي الهيلو جي ال35 في حين ان في اجهزة تانية جاي بنفس السعر ده او اعلى بنسبة بسيطة جدا جاي بمعالج اقوى من كده معالج الهيلو جي ال35 هو معالج بيجي للاستخدام البسيط او الاستخدام الاعتيادي اليومي يعني تقدر تستخدمه في الالعاب الخفيفة في التصفح في المكالمات مفوش اي مشكلة ولكن عن وصول استخدام التقيل للجهاز او لو حبيت تستخدمه في الالعاب التقيلة التليفون مش هيدي لك اداء قوى ودي بتعتبر واحدة من ضمن عيوب التليفون ان هو جاي بمعالج رخيص ولكن تسعير التليفون كان عالي طبعا المعالج ده استخدمته شركات تانية غير شركة اوبو زي شركة شاومي في الريدمين 9C وكمان شركة نوكيا استخدمته في الجي 20 واللي ما يعرفش معالج الهيلو جي ال35 المعالج ده بيجي بثمن انوية بتردد 2.3 من 10 جيجاهرتز وكمان المعالج ده غير موفر للطاقة لانه هو بيجي بمعمارية تصنيع 12 نانو متر عشان تاخد اداء كويس من المعالج ده لازم تكون البطارية اعلى من 4500 ميلا امبير وده اللي فعلا حقيقته شركة اوبو بتليفون اي 77 الفور جي انه هو جاي ببطارية ساعة 5000 ميلا امبير وكمان بتدعم شاحن بقدرة 33 وقت ودي بتعتبر حاجة كويسة جدا في تليفون من الفائل الاقتصادية جاي بشاحن بقدرة 33 وقت عشان تاخد تجربة استخدام التليفون بشحنة الواحدة المدة طويلة وكمان التليفون يتشحن بسرعة معك وبالنسبة الموضوع الرامات ومساحة التخزين هلقى ان تليفون الاوبو ال اي 77 الفور جي جاي بنسخة الاربعة جيجا بايت للرامات مع مساحة تخزين الاربعة وستين جيجا بايت وكمان تقدر تزود المساحة دي عن طريق تركيب كارت ممر خارجي عشان تقدر تحط عليه كل البيانات والداتا اللي انت محتاجها في التليفون وبالنسبة للسوفتوير اللي جاي في تليفون الاوبو ال اي 77 الفور جي هنلاقى ان الشركة جابت التليفون بنظام اندوريد 12 المبنى عليه احدث واجهة من شركة اوبو اللي هي الكالر او اس 12.1 طبعا وجهات اوبو معروفة ان هي وجهات سالسة جدا مفاش اي مشاكل زي ما بنتشوفها في التليفونات التانية اللي موجودة من الشركات المنافسة زي شركة شاومي وزي شركة انفينيكس وطبعا شركة اوبو بتحاول انها تحس من الوجهة دي بشكل مستمر عشان تلاقي فيها كل المميزات اللي انت بتحتاجها نوصل بقى لمنظومة الكاميرات اللي موجودة في تليفون الاوبو ال اي 77 الفور جي هنلاقي هي هي نفس المنظومة اللي كانت محطوطة في تليفون سامسوج ال ام 13 الفايف جي وتليفون هونر الجديد الاكس فورتي اي منظومة الكاميرات عبارة عن كاميرتين من الخلف وكاميرا سيلفي الكاميرا الاساسية جاي بدقة ال 50 ميجا بيكسل وده بجانب كاميرا صغيرة التصوير العزل بتيجي بدقة ال 2 ميجا بيكسل الكاميرات بتعتبر كاميرات متواضعة جدا في التصوير بتاعها كمان هتلاقي هنا ان هي بتديلك تصوير فيديوهات بجودة الفول اتش دي مع 30 اطار في الثانية الواحدة وبالنسبة للكاميرا الامامية فهي برضو كاميرا متواضعة جدا بتيجي بدقة ال 8 ميجا بيكسل وبتديلك برضو تصوير فيديوهات بجودة الفول اتش دي مع 30 اطار في الثانية الواحدة التليفون بيعتبر تليفون اقتصادي جدا في المواصفات بتاعته التسعير بتاعه انا بصراحة شايفه جيه عالي شوية لان الشركة اعلنت ان التليفون ده في الهند عامل حوالي 15499 روبية يعني بنتكلم في حوالي 195 دولار او 3700 جنيه مصر ده غير انه هو لو نزل مصر هيتضاف عليه مجموع الدرائب وجمارك هيعلي السر التليفون ممكن يوصل اعلى من 4000 جنيه ياريت تسيبوا لي رأيكم عن التليفون في التعليقات لا تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ولو انتو بتتابعوني على قوي ياريت تعملوا القلب والفولو وإكسبلور عشان المحتوى يوصل لأكبر عدد من المشاهدين السلام عليكم اشتركوا في القناة